نحن شيعة الخليج الذين نعيش مع إخواننا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى نحن المصداق الأجلى الممثل لهذه الأهداف العليا وهي وحدة الأمة الإسلامية نحن المصداق الأجلى الذي يمثل مراعاة وحدة الأمة الإسلامية وترابط وتواصل أبنائها انطلاقا من المبدأ القرآني وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وانطلاقا من قول الإمام علي عليه السلام لأسلمنه ما سلمت أمور المسلمين لا من حيث الموقف السلبي بل من حيث الموقف الإيجابي لأن هناك من يفهم أن الموقف موقف سلبي يعني نحن ننعزل نترك الأمور لأننا لسنا واردين في تمام الأمور فنترك نعيش حالة من العزلة حالة من الوحدة حالة من السلبية لا نحن عندما نتكلم عن مبدأ الوحدة الإسلامية فمبدأ الوحدة هو عبارة عن موقف إيجابي وليس موقفا سلبيا موقفنا من هذا المبدأ هو المشاركة المشاركة مع إخواننا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى في شتى دول الخليج في شتى مدن الخليج المشاركة معهم في مشاريعهم في فعالياتهم التي تخدم المصلحة العامة لهذه المجتمعات نحن أبناء هذه الأوطان أولدنا في ترابها وعاش آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا فيها وشيدوا هذه الأوطان وبنوا حضارتها مع إخوانهم من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى هذه اللحمة وهذا الربط ربط التراب ترابط التراب ترابط الدم ترابط الأنساب ترابط القبائل ترابط الدين ترابط الأهداف يجعلنا معا في مسار واحد إذن نحن عندما نكرس هذا المذهب نكرس هذا المبدأ وهو مبدأ الوحدة الإسلامية فنحن إنما نكرسه بالموقف الإيجابي أي المشاركة المساهمة مع سائر الفعاليات والبرامج التي تخدم المصلحة العامة لهذا المجتمع الإسلامي بكل تفاصيله وبعرضه العريض وبالتالي نحن المصداق الذي يمثل سيرة أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين في هذا الموقف الإيجابي ترجمة نانسي قنقر